السلام عليكم حضر بركاته. نهدا هنكمل امتحانات بي اس ام وان هناخد نهدا الامتحان ده. سيبلكم الموقع في دسكريبشن هتلاقي في مجموعة من الاختبارات اللي هساعدكم في تجيز لي مجموعة من امتحانات سكرم دا تورج هنبدأ ان شاء الله بامتحان بي اس ام وان هتلاقي في الموقع اه المود الاولين اللي هو اللي هنمشي فيه ان شاء الله وفي كمان الريل مود هيديك بالضبط بتاعت الامتحان هيديك تمانين سؤال في ساعة ومع تايمر هديك نفس الامتحان. تقريبا بس هو مشكلة الموقع ده ان الاختبارات بتاعته او الاسئلة بتاعته على حسب نسخة 2017 هي مفيدة وهتديكم ان شاء الله خبرة كويسة لكن اه الصاحب الموقع الشغال على التحديث بتاع الاسئلة دي حسب نسخة 2020 وانا كمان هشير لي الاختلافات بين الاسئلة الموجودة في الموقع وكمان النسخة بتاعت 2020. تبدأ الاختبار كالعادة هتوقف الفيديو هتجاوب على الاسئلة من معرفتك وبعدين تشغل تاني الفيديو عشان تشوف الاجابة بتاعتي كمان الفيدباك لانا هتدولكم ان شاء الله في كل سؤال اول سؤال معنا عن وبيتكلم عن هو ايه الباك لوج او ايه اللي بيوصف في الباك لوج احسن توصيف ليه الباك لوج زي ما قلنا عبارة عن عمرو بينتهي طول ما البوداك موجود وبالتالي اه ما بيخلصش ابدا عمرو منقول ان هو خلص اه كذلك موجود طول ما البوداك موجود من راح تحدث عليه وشي منه وبالتالي هو حاجة دايناميك زي ما قلنا قبل كده وبالتالي دول التالت اجابات اللي صحيحة لكن الاولى مسلا اه يقولك ان البروداك باك لوجد ان اه when it contains no items to be included into the next sprint كانت طبعا عمرو بيحصل طول ما البوداك موجود في ناس بتستخدمه كل ما يكون فيه حاجات مطلوبة انها تتعمل وناخدها معنا في الشور بتاعنا في السفرنت الحاجة التانية اه اطبع ما فيش حاجة زي ما قلنا البروداك طالما شغال مفيش حاجة اسمها من طول ما البروداك شغال كل ما يبقى فيه عندنا حاجات عايزين نحسنها او اضافات جديدة على البروداك بتاعنا وبتالي عندنا multiple versions في البروداك بتاعنا السؤال اللي بعد كده بيتكلم عن ال sprint باك لوج بلك لما اللي احنا كنا عملنا له estimate وكنا هنشتغل عليه في السفرنت بتاعنا اتضح ان فيه شغل زيادة مطلوب فيه فنعمل ايه نلغي ال sprint طبعاً الكلام ده خاطئ وعمر المتلغي ده سيناريو وارد جداً ان احنا ممكن تطلع لنا مفاجآت او حاجات مش مخطط ليها في السفرنت بلانينج وبالتالي احنا نشوف هنتعامل معها ازاي حسب المعلومات اللي احنا نشوف ان شاء الله هنعمل فيه لكن مش بنلغي السفرنت السؤال بعد كده بيقول مبني على scrum is haunted on كما قلنا قبل كده مبني على السؤال بعد كده بيقول scrum team بيتكون من ايه بيتكون من طي ما احنا عارفين scrum master product owner developers ان الكلمة دي انا غيرتها لان كانت موجودة في الموقع development team اللي هو المسمى القديم السؤال بعد كده بيتكلم عن ايه الحاجتين اللي لازم تكون موجودة في scrum team او لازم scrum team فعلاً يحاول انها تكون موجودة او متوفرة فيه بشكل مستمر الحاجتين هما زي ما قلنا قبل كده ان scrum team عبارة عن cross functional team عند كل الكمتنسيز اللي احنا محتاجينها علشان نعمل اضافة او نضيف حاجة على product بتاعنا بشكل كامل مش محتاجين حد من برا علشان ندليفر الحاجة دي الحاجة التانية انه هو team self managed يحدد يعمل ايه امتى ازاي وبالتالي دول اللي جابتين الصحيحة اللي جابة الاولى مش صحيحة ليه انه هو قد تكون يعني ان تظهر ان هي صحيحة لكنها مش صحيحة it should use tools processes and techniques approved by the organization جميل جدا لكن ما قالش ان احنا ممكن نراعي ان في بعض ال products واحنا نشغل يعني مش بتستخدم كل tools الموجودة في المؤسسة او محتاجة تغيير معين او طريقة اخرى علشان ندليفر value في product بتاعنا جميل ان احنا نستعمل حاجات دي لكن ممكن كمان يكون في حاجات تانية محتاجة تتغير او tools processes تانية محتاجة نحنا نشغل بها عشان الاجابة التالتة خاطئة به ليه لان should be flexible enough to complete all the work planned for the sprint even if some team members of our own vacation طبعا الكلام ده اه مش صحيح احنا بنشتغل بال normal pace بتاعتنا ما بنتضغطش حتى لو في حد مثلا اه طلع اجازة من plan للاجازات بتاعتنا بقدر الامكان طالما هي حاجة متوقعة لكن لما تحصل مفاجآت برضو بنري plan تاني على حسب المعلومات او على حسب المفاجآت بتحصل لنا في خلال sprint لو في حد مش متوفر قولنا في حاجات كتير ممكن اخدها في اعتبارنا عشان فعلا نراعي السيناريوات دي السؤال بعد كده what are the time boxes for sprint review retrospective طبعا ده سؤال بيتكرر دايما ناخد بنا من events المختلفة والtime boxes بتاعتها وزي ما تكلمنا قبل كده ان review اربع ساعات ثلاث ساعات لو احنا بنشتغل sprint شهر ولو sprint length اقل عن كده ممكن الوقت ده يكون اقل السؤال بعد كده what is scrum scrum زي ما قلنا هو عبارة عن framework اللي بيساعد الناس ان هي تشوف حلول المشاكل بتاعتها with deliver value في products اللي هي بتشتغل عليه اللي جابة الاولى خاطئة ليه لانه هو مواش process بيستخدم فيه software طبعا مش بيستخدم software بستخدم في اي complex products و اللي جابة او الخيار الاخير مواش صحيح ليه انه هو software development methodology scrum مواش process ولا methodology السؤال السابع بيقول what happens when sprint cancelled اختار ثلاثة من دول يمكن السؤال ده كان في نسخة 2017 كان منصوص على ايه اللي هيحصل لما sprint يتلغي وبعد كده جوم في نسخة 2020 شالوا منها الكلام ده ان هو قد يكون اه يعني valid مع بعض ال product او مع بعض ال teams او في بعض ال context لكن مش valid دي ال context كل team يحدد هو يعمل ايه لما تحصل مفاجآت ولما يضطر ان هو cancel sprint لكن ده كان موجود لان ده كان حسب نسخة 2017 ما توقعش انه ممكن يكون فيه اسئلة كتير عالية في نسخة 2020 دي الاجابات الصحيحة ان كان اي حاجة incomplete كان بيحصل لها ري اسم ترجع تاني للباكلوج اي حاجة خلصت او كاملة وجهزة في الغالب product owner be accepted الحاجة اللي بعد كده كان اي completed and done product backlog item reviewed دي كانت الحاجات المنصوصة عليها لما sprint يتكن في نسخة 2017 الاجابات التانية كانت خاطئة ليه؟ لان ما كانش لما انا قلنا لما تكانسل sprint في الغالب بيبقى المطلوب فيه ما هوش يعني خلاص ابسوليته مش محتاجينه وبالتالي مش بنكانسل sprint نسننها ونحط ايتمس تانية ونكمل sprint الخيار التالت خاطئ ليه؟ لان هو بيقول لك في الريترسبيكتف بسكرام ماستر يشوف مين من التفلوب من تيم مين المسؤول عن طبعاً ما احنا مش بنعاقب حد او مش بندور على حد عشان نعلق عليه الخطاة بتاعتنا او المشاكل بتاعتنا نعاون كلنا كثير ما عشان نشوف هنعمل ايه فضو البيانات الجديدة اللي احنا طلعت لنا اثناء الشغلة السؤال بعد كده بيقول هو ايه increment increment كما تكلمنا قبل كده هو عبارة عن الحاجة اللي خلصت في sprint بتاعنا والبتقدم value بالاضافة ان هي لازم تكون كمان متكاملة مع الاضافات الاخرى او الحاجات اللي موجودة فيه وبالتالي ده معنى increment نهاية حاجة بتقدم value وفي نفس الوقت ما تعملش مشاكل مع الحاجات اللي كانت موجودة الخيار الاول خاطئ ليه نقولك all items in the sprint pack look that could be released regardless whether the product owner decide to actually do it طبعا الحاجة مش بس مش لازم تكون بس خلصت لازم كمان product owner يقرر ان هو يضيفها على product ده شرط اساسي عشان نضيف حاجة على product بتاعنا هو بالتالي الخيار الاول خاطئ الخيار الثاني ده sum of all product pack items completed during the sprint برضو ده شرط نائص هي فعلا لازم تكون كاملة وخلصت فيه لازم كمان تكون هي بتقدم value وتتكامل مع الحاجات التانية ويكون كمان product owner قبل الكلام ده وقبل ان هو يضيفها على product بتاعنا الخيار الاخير خاطئ ليه all done items in the sprint back look برضو ما هواش شرط اساس عشان نقول ده increment أو ده إضافة لل product بتاعنا سؤال بعد كده بيقول هو ايه روتروسبيكتف الريتروسبيكتف زي ما قلنا عبارة عن opportunity in the scrum team يعود مع بعض وشوف انسبكت الطريقة اللي بيشتغل بيها ويعمل plan علشان يحسن الطريقة ديه وياخدها ان شاء الله في ال sprint اللي بعد كده الخيار الاول مش صح ليه ان هو it's a meeting to inspect increment and adapt the product backlog if needed ده توصيف ال review مش retrospective الخيار التاني it is a meeting whether the development team اللي هي تم استبدال developers synchronize activities and create a plan for the next 24 hours ده في الغالب daily scrum الخيار التالت بيقول it is the key it is the key inspect and adapt meeting كل ال events بتاعة scrum عبارة عن inspect and adapt opportunities زي ما احنا تكلمنا قبل كده وبالتالي ما هواش البس الوحيد اللي احنا بنعمل فيه كده السؤال العاشر بتكلم عن scrum theory بيقول ايه هي الروح او الجوهر بتاع scrum زي ما قلنا قبل كده الروح والجوهر بتاع scrum هو team صغير high flexible و adaptive علشان ما هواش ولا هو كل الاطراف عندنا مهمة وبالتالي الخيار الاخير مواجه صحيح مش كل ال team مطلوب بالاضافة ان يكون فيه المواصفات اللي احنا تكلمنا عنها عشان يبقى فعلا team كامل ويساعد من نحن ده كان الجزء الاول من الاسئلة اشتركوا في القناة او ليكم اي كومنتر يتسيبوه لي في الكومنت او ليكم اي سؤال مشوهة هيتسيبوه لي في الكومنت مش هتفرج على سلسلة دروس scrum شكرا لكم وشوفكم إن شاء الله في الأجزاء لبعدكم